اكتشف فريق من الباحثين في شركة اسيت ان برنامجا خبيثا يعمل على انظمة الاندرويد يستطيع نقل بيانات الان اف سي من بطاقات الدفع الخاصة بالضحايا عبر هواتفه المحمولة الى جهاز المخترق الذي ينتظر عند مكينة الصرف الالي كانت هذه الحملة الاجرامية قد استهدفت عملاء في ثلاثة بنوك في جمهورية اتشيك تثمتع البرامج الضارة المستخدمة في هذه الحملة والتي يطلق عليها اسم انجيت بالقدرة الفريدة على نقل بيانات من بطاقات الدفع الخاصة بالضحايا الى هاتف المخترق الذي يعمل ايضا بنظام تشغيل الاندرويد عبر تطبيق ضار يثبت على اجزاء الضحايا كان الهدف الاساسي لهذه الحملة هو تسهيل عمليات السحب غير مصرح بها من مكينات الصرف الالي من حسابات المصرفية للضحايا وقد تم تحقيق ذلك من خلال نقل بيانات الاتصال قريب المدى الانف سي من بطاقات الدفع المادية للضحايا عبر هواتف المذكية التي تعمل بنظام الاندرويد والتي تم اختراقها باستخدام برنامج انجيت الخبيث المصمم للعمل على نظام الاندرويد في جهاز المهاجم ثم استخدم المهاجم هذه البيانات لاجراء معاملات مالية على مكينة الصرف الالي وفي حال فشلت هذه الطريقة كان لدى المهاجم قطة بليلة لتحويل الاموال من حسابات الضحايا الى حسابات المصرفية الاخرى لم نرى مثل هذه التقنية الجديدة على نظام الاندرويد تعتمد هذه التقنية على اداة تسمى الانف سي جيت صممها طلاب في الجامعة التقنية في دار مشتاء في المانيا لالتقاط او تحليل او تغيير حركة مرور الانف سي لذلك اطلق على عائلة البرامج الضارة الجديدة هذه اسم انجيت كيف يعمل هذا المخطط وما هي العوامل التي ساعدت في رجح هذا المخطط هذا هو موضوعنا اليوم قام الضحايا بتنزيل البرامج الضارة وتثبيتها بعد خداعهم لانهم يتواصلون مع البنك وان اجهزتهم معرض للخطر في الواقع تم اختراق هواتف الضحايا التي تعمل بنظام الاندرويد دون علمهم من خلال تنزيل وتثبيت تطبيق نسبق من رابط في رسالة نصية قصيرة خادعة حول اقرار ضريب محتمل وسوف اوفر وصفا موجزا لهذا الهجوم في فيديو من الباحثين في صندوق الوصف من المهم ملاحظة ان انجيت لم يكن متاحا على متجر جوجل بلاي الرسمي ارتبط برنامج انجيث الخبيث الذي يعمل بنظام الاندرويد بانشطة التصيد الاحتيالي التي يقوم بها احد الجهات الفاعلة التي تعمل في جمهورية تشيك منذ نوفمبر 2023 ومع ذلك اعتقد ان هذه الانشطة تم تعليقها بعد القبض على احد المشتبه بهم في مارس 2024 لوحظ لأول مرة ان الجهة الفاعلة التي تستهدف عملاء البنوكة تشيكية البارزة بدأت في نهاية نوفمبر 2023 تم تسليم البرامج الضارة عبر نطاقات قصيرة العمر تنتحد صفة مواقع مصرفية شرعية او تطبيقات مصرفية رسمية عبر الهاتف المحمول متوفر على متجر جوجل بلاي كما هو واضح في هذه الصورة تم تحديد هذه النطاقات الاحتيالية من خلال خدمة التي توفر مراقبة للتهديدات التي تستهدف العلامة التجارية للعامل نلاحظ في هذه الصورة موقع ويب مزيف للخدمات المصرفية على اليسار وموقع جوجل بلاي المزيف على اليمين في اختراق كبير القت الشرطة تشيكية القبض على شاب يبلغ من العمر 22 عام كان يسرق أموالا من مكينات الصرف الآلي في مدينة براك وعند ألقاء القبض عليه كان بحوزاته 160 ألف كورونا تشيكية وهو مبلغ يعادل 6000 يورو أو حوالي 6500 دولار أبريكي ولم يتم الكشف عن جلسية الشخص المعتقل ووفقا للشرطة تشيكية فإن الأموال المستردة من المشتبه به سرقت من خلال ثلاث ضحايا فقط لذا من المرجح أن يكون المبلغ الإجمالي الذي سرقه صانع هذا المخطط أعلى بكثير استغل المهاجمون إمكانيات تطبيقات الويب التقدمية ثم قاموا لاحقا بتحسين استراتيجياتهم من خلال استخدام نسخة أكثر تطورا من تطبيقات الويب التقدمية المعروفة باسم ويب APKS وفي النهاية بلغت العملية ضروتها بلنشر برنامج إنجيت الخبيث أساءت مواقع الويب الاحتيالية استخدام تقنية تطبيقات الويب التقدمية تسمح تقنية الويب التقدمية للمستخدمين بتثبيت تطبيق من موقع ويب عبر متصفح مدعوم يمكن تشغيل التثبيت إما تلقائيا من خلال إشعار منبثق أو يدويا عن طريق تحديد خيار تثبيت التطبيق في قائمة المتصفح على نظام تشغيل أندرويد تشمل المتصفحات المدعومة جوجل كروم وفايل فوكس وإيج وأوبيرا بمجرد التثبيت تتم إضافة أيقونة جديدة تتميز بشعار متصفح صغير في الزاوية اليمنى السفلية إلى الشاشة الرئيسية للهاتف الذكي وتعمل بشكل أساسي كرابط لموقع الويب يظهر في هذه الصورة مقارنة بين أيقونة تطبيق ويب تقدمي على الجانب الأيسر وأيقونة تطبيق قياسي على الجانب الأيمن تطبيقات الويب التقدمية هي في الأساس نوع من التطبيقات لكن على عكس التطبيقات التقليدية التي يتم تنزيلها وتثبيتها من متر التطبيقات يمكن الوصول إلى تطبيقات الويب التقدمية واستخدامها مباشرة داخل متصفح الويب وهذه هي الأرض الخاصبة بالنسبة للمحتالية يتم إنشاء تطبيقات الويب التقدمية باللغات برمجة الويب الشائعة مثل HTML للهيكل والCSS للتصميم والجافا سيكريبت للتفاعلية وهي نفس التقنيات المستخدمة لإنشاء مواقع الويب تشتهر تطبيقات الويب التقدمية بتوافقها ومرونتها حيث تم تصميمها للعمل على أي جهاز يحتوي على متصفح ويب متوافق مع المعايير وهذا يعني أنه يمكن للمستخدم سواء على جهاز كمبيوتر أو سطح مكتب أو الكمبيوتر المحمول أو الجهاز اللوحي أو العاتف الذكي الوصول إلى نفس تطبيق الويب التقدمي دون الحاجة إلى تنزيل تطبيق منفصل لكل جهاز إذا تم تثبيت تطبيق ويب تقدمي من موقع ويب للتصيد الاحتيالي فمن المرجح أن تحاكي أيقونته تطبيقا مصرفيا شرعيا مع إضافة بسيطة لأيقونة متصفح صغير وعند تشغيل تطبيق الويب التقدم الخبيث هذا يتم عرف موقع ويب للتصيد الاحتيالي على شاشة كاملة ويطلب بيانات اعتماد المستخدم المصرفية بعد ذلك يقوم الفاعل بالتهديد بتحسين سيراريو الهجوم هذا ويستمر في استهداف عملاء نفس البلوك كما كان من قبل ولكن باستخدام نوع أكبر تقدما من تطبيقات الويب التقدمية المعروفة باسم الويب APK تطبيقات الويب هي تطبيقات أندرويد يتم إنشاءها تلقائيا بواسطة مصرفيح كروم عندما يضيف المستخدمون تطبيق ويب تقدمي إلى الشاشة الرئيسية لجهاز الاندرويد الخاصة بهم وحتى نفرق بين هذين المصطلحين علينا أن نعرف أن تطبيقات الويب التقدمية هي تطبيقات مبنية باستخدام تقنيات الويب في حين تستخدم تطبيقات الويب تقنية معينة لدمج تطبيقات الويب التقدمية كتطبيقات اندرويد أصلية ما يميز تطبيقات الويب هي أنها تشبه تطبيقات الاندرويد الأصلية بعكس تطبيقات الويب التقدمية النموذجية لأن أيقونتها لا تحتوي على شعار المصفح الصغير الذي يحتوي عليه أقونات تطبيقات الويب التقدمية يمكن أن يؤدي غياب شعار المصفح هذا إلى اعتقاد المستخدم عن طريق الخطأ أن تطبيق الويب الخبيث هو تطبيق شرعي نلاحظ في هذه الصورة أيقونة تطبيق شرعي على اليسار وتطبيق ويب ABK ظهر في الوسط وBWA على اليمين ظل مخطط التوزيع كما هو كما كان المستخدمون من تنزيل وتطبيق مستقل من مواقع التصييد الاحتيالي بدلا من مجرد اختصار ويب لتطبيق ويب تقدمي يتطلب الويب ABK التثبيت اليدوي ومع ذلك لا يطلب من المستخدم منح إذن صريح لتثبيت التطبيقات من مصادر غير معروفة أو السماح للمصفح بتثبيت تطبيقات غير معروفة لأن هذا ليس تطبيقا عاديا وبسبب ذلك قد لا يدرك المستخدمون أنهم يقومون بتثبيت تطبيق من مصدر غير موثوق به مثالا لا يبدو عليه الأمر عندما يزور المستخدمون موقع ويب صييد احتيالي يطلب منهم تحديث وتثبيت الويب ABK ظهر نلاحظ في هذه الصورة طلب موقع الويب لتحديث وتثبيت ويب ABK ظهر بمجرد تثبيته وفتحه يطلب التطبيق الخبيث بيانات اعتماد مصرفية في 6 مارس 2024 تم اكتشاف أن برنامج انجيت اندرويد الضار أصبح متاحا على نفس النطاقات التوزيع التي تم استخدامها سابقا لتسهيل حملات التصييد احتيالي التي تقدم تطبيقات الويب التقدمية البي دابل يو اي وملفات الويب ABK الضارة بعد تثبيته وفتحه يعرض انجيت موقع ويب موزية يطلب معلومات المستخدمة المصرفية والتي يتم ارسالها بعد ذلك الى خادم المهاجم بالاضافة الى قدرات التصييد الاحتيالي يأتي برنامج انجيت الخبيث ايضا مع اداة تسمى NFC gate والتي يتم استخدامها بشكل خاطئ لنقل بيانات NFC بين جهازين جهاز الضحية وجهاز الجانب تم تطوير NFC gate بواسطة طلاب من مختبر شبكات المحمولة الامنة في الجامعة التقنية في دارمشتات في المانيا وهي متاحة على منصة جيت هاب تتمثل الوظيفة الرئيسية لنف سي gate في نقل اشارة الانف سي من جهاز اندرويد واحد عبر خادم الى جهاز اندرويد اخر يمكنه تقليد او محاكاة هذه الاشارة هي اداة يمكنها التفاعل مع حركة مرور الانف سي في الجهاز فمثلا على الجهاز الذي تم تثبيت NFC gate عليه يمكن التقاط حركة مرور الانف سي من التطبيقات التي تستخدم خدمة الانف سي او مثلا نقل او عادة توجيه بيانات الانف سي هذه الى جهاز اخر او حتى محاكاة او عادة تشغيل البيانات التي تم اعتراضها مسبقا على الجهاز الاخر تعمل بعض هذه الميزات فقط على الاجهزة التي تم عمل روت عليها ومع ذلك من الممكن ايضا نقل حركة مرور الانف سي من الاجهزة التي لا تحتوي على روت يستغل برنامج انجيت الخبيث ميزة واحدة فقط من ميزات الانف سي جيت فهو لا يتداخل مع البيانات الاخرى المتوفرة على الجهاز المخترق ولا يحاول تقليدها فهو يستغل الانف سي جيت فقط لتمرير بيانات الانف سي من جهاز الى اخر ومع ذلك يطلب الانجيت ايضا من الضحايا لدخال معلومات حساسة مثل معرف العميل المصرفي وتاريخ الميلاد ورمز البن الخاص ببطاقة البنك الخاصة بهم كما يطلب منهم تشغيل ميزة الانف سي على هواتفهم الذكية بعد ذلك يطلب من الضحايا وضع بطاقة الدفع الخاصة بهم في الجزء الخلفي من هواتفهم الذكية حتى يتعرف التطبيق الخبيث على البطاقة ما يحدث خلف الكواليس هو ان بيانات الانف سي من بطاقة الضحية المصرفية يتم ارسالها عبر خادم الى جهاز اندرويد الخاص بالمهاجم في الاساس يسمح هذا للمهاجم بمحاكاة بطاقة الضحية المصرفية على جهازه الخاص وهذا يعني ان المهاجم يمكنه الان استخدام بيانات البطاقة المنسوقة على جهاز الاندرويد الخاص به لاجراء المدفوعات وسحب الاموال من اجهزة الصراف الآلي التي تستخدم الانف سي كشف اعلان الشرطة الشيكية ان سيناريو الهجوم بدأ بارسال المهاجمين رسائل نصية قصيرة الى الضحايا المحتملين حول اقرار ضريبي بما في ذلك رابط لموقع تصيد احتيالي ينتحد صفات البنوك ومن المرجح ان تؤدي هذه الروابط الى تطبيقات ويب تقدمية ضارة وبمجرد ان يقوم الضحية بتثبيت التطبيق وادخال بيانات اعتمادي تمكن المهاجم من الوصول الى حساب الضحية ثم اتصل المهاجم بالضحية متظاهرا بانه موظف في البنك وابلغ الضحية بان حسابه قد تعرض الاختراق ويرجع ذلك على الارجح الى الرسالة النصية السابقة وكان المهاجم يقول الحقيقة في الواقع فقد تعرض حساب الضحية للاختراق لكن هذه الحقيقة ادت بعد ذلك الى خدعة اخرى ضمن المخطط وهي انه لحماية اموال الضحية طلب من الضحية تغيير رقم التعريف الشخصي الخاص به والتحقق من بطاقته المصرفية باستخدام تطبيق جوال انجت مالوير وتم ارسال رابط لتنزيل انجت عبر رسالة نصية قصيرة ويشتبه بان الضحايا كانوا يقومون داخل تطبيق انجت بادخال رقم التعريف الشخصي القديم لانشاء رقم جديد ووضع بطاقتهم في الجزء الخلف من هواتفهم الذكية للتحقق من التغيير او تطبيقه وبما ان المهاجم كان لديه بالفعل امكانية الوصول الى الحساب المخترق فقد كان بامكانه تغيير حدود السحب واذا لم تنجح طريقة اعادة توجيه للفسي فيمكنه ببساطة تحويل الاموال الى حساب اخر ومع ذلك فان استخدام انجت يجعل من السهل على المهاجم الوصول الى اموال الضحايا دون ترك اثار تعود الى حساب المهاجم المصرفي تظهر هذه الصورة مخطط لتسلسل الهجوم وتظهر نظرة عامة على الهجوم علامات الان اف سي او الرمز المميز عبارة عن جهاز صغير الحجم لا يحتاج الى تلامس ويتمتع بالقدرة على تخزين البيانات ونقلها يمكن لهذه العلامات ان تخدم مجموعة متنوعة من الاغراض بما في ذلك التعريف ونقل البيانات يمكن استخدام علامات الان اف سي كبطاقات للنقل العام وبطاقات هوية للموظفين للتحكم في الوصول الى المباني واجهزة مراقبة الصحة او المرضى القابلة لارتداء وما الى ذلك تحتوي كل علامة الان اف سي على معرف فريد يسمى اليو اي دي وقسم بيانات يتم تخزين المفاتيح فيه وعند وضع هذه العلامة بالقرب من قارئ البطاقات تحدث مصافحة للتحقق من ان العلامة تحتوي على المفاتيح الصحيحة للترخيص ومع ذلك فان بعض اجهزة قراءة البطاقات تتحقق فقط من معرفة اليو اي دي للرمز للترخيص متجاوزين الحاجة الى المفاتيح يبلغ طول معرفة اليو اي دي عادثا اربع بايتات يمكن لاي جهاز اندرويد لا يحتوي على روت قراءة علامات الان اف سي التي تتوافق مع بروتوكول الايو اي سلاش اي تي 14443 ومع ذلك تستطيع بعض اجهزة الاندرويد التي تحتوي على روت محاكاة مؤرف المستخدم لعلامات الان اف سي لذا اذا تحقق القارئ من معرفة المستخدم للرمز فقط فمن الممكن استخدام الان اف سي جيت لنقل العلامة ومحاكاتها اذا كان القارئ يتطلب ايضا المفاتيح المخزنة في قسم البيانات للمصادقة فان يتمكن الان اف سي جيت من نسقها مما يجعل السنساق علامة الان اف سي في مثل هذه الحالة مستحيلا وهذا يعني ان المهاجم سواء من خلال الوصول الفعلي الى علامة الان اف سي المدعومة او من خلال خداع المستخدم لوضع البطاقة في الجزء الخلفي من الهاتف الذكي حيث يتم تثبيت هذا التطبيق الخبيث يمكنه تكرار معرف المستخدم لرمز الوصول للان اف سي ويمكن بعد ذلك استخدام هذا لمحاكاة معرف المستخدم والوصول الى المناطق المحظورة والمباني واماكن العمل والمناطق المماثلة خلال الاختبار نجح الباحثون في نقل معرف المستخدم الفريد من العلامة باسم مايفير كلاسيك وان كي والتي تستخدم عادة للتذكير في خدمات المواصلات العامة وشارات الهوية وبطاقات العضوية او الطلاب وحالات الاستخدام المماثلة باستخدام الان اف سي جيت من الممكن تنفيذ هجوم نقل الان اف سي لقراءة رمز الان اف سي في مكان واحد وفي الوقت الفعلي الوصول الى المباني في مكان مختلف عن طريق محاكاة معرف المستخدم الفريد الخاص به كما هو واضح في هذه الصورة هاتف ذاكي يعمل مظام الاندرويد على اليمين يقرأ وينقل معرف اليو اي دي الخاص بالان اف سي الخارجي الى جهاز اخر على الاصار بالاضافة الى التقنيات المستخدمة بواسطة برنامج انجيت الخبيث يمكن للمهاجم الذي لديه امكانية الوصول الفعلي الى بطاقات الدفع نسخها ومحاكاتها يمكن استخدام هذه التقنية من قبل المهاجم الذي يحاول قراءة البطاقات من خلال الحقائب او المحافظ او حقائب الظهر او حافظات الهواتف الذكية التي تحمل البطاقات وخاصة في الاماكن العامة المزدحمة لكن هذا السيناريو يقتصر عموما بدون تلامس في نقاط طرفية اعتمادا على الحد الذي يحدده البنك الذي اصدر البطاقة وليس لعمليات السحب من اجهز الصراف الالي حيث يتطلب الاخير ان يكون لدى المهاجم رقم التعريف الشخصي للبطاقة يتضمن سيناريو نظري اخر استنساق بطاقة دفع مخزنة في تطبيقات محفظة الهاتف الذكي من الممكن نقل اشارة الانف سي من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام الاندرويد والمجهزة بتطبيقات محفظة مثل جوجل والت ومع ذلك اعتبارا من تاريخ عشرين اربع وعشرين تطلب جوجل من المستخدمين توفير التحقق لكل املية دفع عبر الانف سي لذلك حتى مع وجود جهاز غير مقفل سيظل المستخدم بحاجة الى توفير التحقق في تطبيق جوجل والت قبل اجراء الدفع وبالمثل يطلب تطبيق ابل والت ايضا تفويضا قبل معالجة الدفع تجعل تدابير الامان هذه من الصعب نقل او محاكاة بطاقات الدفع من تطبيقات محفظة جوجل او ابل باستخدام اداة انف سي جيت يتم الوصول الاولي الى الجهاز عن طريق خداع الضحايا لتثبيت تطبيق ضار غالبا تحت ستار ادعاء كاذب بوجود دفعة زائدة من ضريبة الدخل او اموال يمكن للضحية استردادها يتم تسليم هذا الطلب عادة ام الرسائل القصيرة ونعتقد ان هذه الرسائل تم ارسالها الى ارقام هواتف عشوائية لسوء الحق لم نتمكن من الحصول على عينات من هذه الرسائل القصيرة ولم يتم توفير لقطات شاشة للجمهور من قبل السلطات الشيكية على العموم اذا قام الضحايا بتنزيل التطبيق وادخلوا بيانات اعتمادهم يبدأ المهاجم بعد ذلك بعمل مكالمة هاتفية متظاهرا بانه موظف البنك ويبلغ الضحايا بان حساباتهم قد تعرضت للاختراق وينصحهم بتغيير ارقام التعريف الشخصية الخاصة بهم والتحقق من بطاقاتهم المصرفية باستخدام تطبيق مختلف يحتوي هذا التطبيق الجديد الذي تم توفيره عبر رابط اسم اس اخر على برنامج انجيت الخبيث لم يكن اي من التطبيقات الضارة التي تم تحليلها متاحا على جوجل بلاي ولقد وجد الباحثون نطاقين يحاكيا بنكان في دولة تشيك كما هو واضح في هذه الصورة في وقت صناعة هذا الفيديو لم يكن اي منهما نشطا يظهر برنامج انجيت الخبيث خصائص موحدة في جميع العينات الست التي قام المحللون بتحليلها تشترك كل عينة في نفس اسم الحزمة وتستخدم نفس عنوان اليورل لاتصايد الاحتيالي المبرمج مسبقا والذي يتم تحديده بشكل مميز باستخدام معرف فريد يوجد في معلمة الاستعلام الرئيسية لعرض محتوى ويب معين تم توقيع جميع العينات باستخدام نفس شهادة المطور بهذه البصمة يشير هذا النمط المتسق في جميع العينات الست الى التوحيد في تطويرها ونشرها تتميز جميع العينات بنفس عنوان اليورل لاتصايد احتيالي المبرمج ومع ذلك فان كل تطبيق لديه مفتاح مميز مرتبط به يتوافق هذا المفتاح الفريد مع موقع ويب تصايد احتيالي مصرفي محدد يتم عرضه للضحية المحتملة يعمل الرابطة المعطى للضحية فقط كاعادة توجيه الى موقع التصايد الاحتيالي المقصود من الايانات التي تم تحليلها تمكن الباحثون من تحديد خمس مواقع ويب تصايد احتيالي مميزة وهي تم تصميم الرمز والاسم لكل عينة لمحاكاة تطبيقات مصرفية مستهدفة محددة مما يعزز مظهرها المخادع بشكل اكبر عند بدء تشغيل البرنامج الخبيث انجيت يعرض موقع ويب احتيالي على الضحية داخل الويب فيو الويب فيو هو في الاساس نافذة او متصفح صغير داخل التطبيق نفسه يتم استخدامه لعرض محتوى الويب او صفحات الويب دون الحاجة الى مغادرة التطبيق او فتح متصفح ويب منفصل في هذه الحالة يطلب الموقع معلومات شخصية للمستخدم مثل معرف العميل وتاريخ الميلاد كما هو موضح في هذا الشكل انجيت يطلب بيانات المستخدم بعد ذلك يوجه موقع التصاعد الاحتيالي الخادع الضحية ليس فقط الى ادخال رمز البن الخاص ببطاقة البنك الخاصة بيه بل وايضا الى تمكين ميزة الانف سي على جهازه ثم يطلب من الضحية وضع بطاقته على الجانب الخلفي من هاتف الذكي مما يمهد الطريق لهجوم الانف سي على عكس البرامج الضرة التقليدية لا يتلقى الانجيت تعليمات محددة من خادم الاوامر والتحكم او خادم الاوامر والسيطرة بدلا من ذلك يتم التحكم في الجهاز المخترق عبر موقع ويب اتصاعد احتيالي يتم تحقيق ذلك من خلال استخدام واجهات الجافة سكريب التي تقوم بتشغيل وظائف اندرويد معينة تتطمن هذه الوظائف استرداد المعلومات حول الجهاز مثل الطراز وحالة الانف سي واعداد خادم سيتم اعادة توجيه حركة مرور الانف سي اليك وبدء هجوم اعادة توجيه الانف سي توضح هذه الصورة مقتطفا من التعليمات البرامجية لوظيفة مهمتها انشاء خادم تتبع انف سي وتمكن الجهاز من قراءته ثم اعادة توجيه حركة مرور الانف سي الاول هو موقع ويب لتصاعد احتيالي مصمم لاغراء الضحايا بتقديم معلومات حساسة وقادر على بدء هجوم اعادة توجيه الانف سي والثاني هو خادم اعادة توجيه انف سي قيت المكلف باعادة توجيه حركة الانف سي من جهاز الضحية الى جهاز المهاجم في التحليل الاولي لعينات الانف سي وجد انه يمكن ضبط خادم الانف سي بناء عن الاستجابة من موقع صيد الاحتيالي ومع ذلك في العينات اللاحقة بدأ ان هذه الخوادم مبرمجة بشكل ثابت في برنامج انف سي اتبع الضحية جميع التعليمات الصادرة عن برنامج لينجت فان هذا يؤدي الى تمكين المهاجم من نقل حركة الانف سي الكاملة من بطاقة الدفع الخاصة للضحية وهذا يمكن المهاجم من استخدام المعلومات المالية للضحية لسحب الاموال او اجراء المدفوعات في محطات الدفع غير التلامسية ان ضمان الامان في مثل هذه الهجمات المعقدة يتطلب استخدام خطوات بقائية معينة ضد التكتيكات المعروفة مثل التصيد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية والبرامج الضارة التي تعمل على انظمة الاندروير وتتضمن هذه الخطوات التالية اولا التحقق من صحة الموقع الالكتروني يمكننا القيام بذلك من خلال النظر الى عنوان اليورون للتأكد بان الموقع الالكتروني ليس نسخة مزيفة من نسخة اصلية الامر الثاني وهو تنزيل التطبيقات من المصادر رسمية فقط مثل متجر جوجل بلاي هذا الامر يقلل بشكل كبير من خطر تثبيت برامج ضارة دون علم المستخدم الحفاظ على سرية ارقام التعريف الشخصية لبطاقة الدفع يجب الاحتفاظ بهذه المعلومات المهمة في مكان امن في جميع الاوقات استخدام تطبيقات الامان على الاجهزة المحمولة التي يمكنها منع تنزيل البرامج غير المرغوب فيها والبرامج الضارة مثل انجيت وتثبيتها تضيف تطبيقات الامان هذه طبقة اضافية من الدفاع من خلال المسح والمراقبة المستمر للتهديدات ايقاف تشغيل وظيفة الانف سي على الاجهزة عندما لا تكون هناك حاجة اليها تساعد هذه الخطوة في منع اي وصول غير مصرح به او نقل بيانات عبر الانف سي استخدام حافظات او واقيات البطاقات لمنع الترددات الراديوية الار اف اي دي من خلال انشاء حاجز يمنع عمليات مسح الار اف اي دي غير المرغوب فيها والتي يمكن ان تمنع اي شخص من سرقة بيانات الانف سي من البطاقة استخدام نسخ رخمية من البطاقات المادية على الهواتف الذكية ويتم تخزين هذه البطاقات الافتراضية بشكل امن على الجهاز ويمكن حمايتها بتدابر امنية اضافية مثل المصادقة البايومترية مما يجعلها بديلا اكثر امانا وراحة للبطاقات البلاستيكية التقليدية قام باحثون اسد بالتحقيق في سيناريو هجوم جديد وفريد من نوعه يجمع بين الاساليب المعروفة مثل التصيد الاحتيالي وتقنية البرامج الضارة الجديدة لنقل حركة الانف سي من بطاقات الدفع المادية للضحايا الى جهاز اندرويد اخر محمول للمهاجمين قبل الانتقال الى البرنامج الضارة الجديد الذي يطلق عليه اسم انجت لنقل حركة الانف سي كان المهاجمون يستخدمون سابقا البي دابليو اي ثم الويب اي بي كي لسرقة بيانات اعتماد البنوك الخاصة بالضحايا يظهر هذا التطور تصميم المهاجمين وجهودهم المستمرة في تنفيذ عملياتهم الاحتيالية وبالرغم من ان الباحثين حددوا وفحصوا بدقة سيناريو هجوم محدد فمن الاهمية بما كان ان نلاحظ انه من الناحية النظرية ان تكون هناك حالات استخدام اساءة اضافية وقد تتضمن هذه الحالات استنساق البطاقات المادية او الوصول الى رموز الانف سي وهو ما قد يؤدي الى تضخيم التهديد وتأثيره كانت حملة البرمجيات الاجرامية هذه تركز على جمهورية تشيك وهي متوقفة حاليا ويرجع ذلك على الارجح الاعتقال المشتبه بهم ومع ذلك لا يمكن استبعاد امكانيات توسعها الى مناطق او دول اخرى بالاضافة لذلك فان اعتقال احد المشاركين ومعه مبالغ نقدية مالية كبيرة في متناول اليد يوفر دليلا ملموسا على العواقب الحقيقة لهذه الجرائم الافتراضية لذا من الضروري ان نظل على دراية بتكتيكات الهندسة الاجتماعية وان نكون حذرين على الانترنت وان نستخدم تطبيقات امان قوية للهواتف المحمولة في الختام لا تنسى مشاركات هذا الفيديو مع من تحب حفظنا الله وإياكم